من جهتها قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي إن الحكومة تدرس إلغاء فرق أسعار الوقود في الربع الأول من العام المقبل بعد أن تشمل كلفة النظام الكهربائي داخل تعرفة الكهرباء بدي أحكي موضوعين مع بعض اللي هو فرق بند فرق أسعار الوقود وإعادة النظر في التعرفة التعرفة مشوهة فعلا كتير فيها تغيير من مستهلك لآخر فاليوم إحنا عم ندرس إعادة النظر في التعرفة بشكل عام لجميع القطاعات ولجميع الجرائح وإن شاء الله في الربع الأول من العام القادم إن شاء الله بنكون جاهزين وبالتالي رح نشمل أي تكلفة للنظام الكهربائي داخل التعرفة وبالتالي بيؤدي هذا الحكي لإننا نقيم إشي اسمه بند فرق أسعار الوقود اللي شايفي إن شاء الله هذا بالربع يعني النهاية الربع الأول 2019 بيكون هذا الحكي إن شاء الله جاهز